السلام عليكم تعاملين عزاء شوكم شخباركم شاء الله تكونوا بخير اليوم رح نتكلم عن منحة موجودة في بوابط دائرة البعثات الشي اللطيفة بيها أو شغلتين لطيفات بيها الشغلة الرقم واحد هي أنه ما مطلوب عندك شهادة لغة انجليزية مطلوب عندك إجادة لغة انجليزية الشغلة الحلوة الثانية أنه ما يحتاج تقدم على الجانب المانح وأبليكيشن لآخر هي مجرد تقدم من خلال بوابط دائرة البعتاد يعني باختصار مثل السنارة اللي تشمرها بالشط أو بالنهار وتنتظر إذا أنت محاقق شروط تنقبل إن شاء الله لأن الجانب العراقي هو اللي في حال قبولك هو يبعث الأسماء على كل حال ما طول عليكم خلي نروح للحاسبة ونشوف شنو تفاصيل الإعلام شكرا لكم مثل ما تشوفون هذا هو موقع دائرة البعثات هذا هو الإعلام راح نروح عليه مباشرة ورح يطبعا ينعرض هو كملف بي دي اف تردون تنزلوه على الحاسبة تردون طبعا نزلوه أفضل لأنه خافتيه عليكم بعدين إن شاء الله من تنقبلوه لأنه يطلب بنسبة الموظفين أو حتى غير الموظفين يطلب نسخة من هذا الإعلان تطبعوا وتخلوها بالملف لعله حسنا لو نجي نشوف الإعلان يوم 1-12-2022 يعني هذا أقل أسبوع صار للإعلان منح دراسية تركية جامعة قراتاي هنا هذا السيد ها نشوف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ودائرة البعثات والعلاقات التقافية تعلن عن توفر 20 منح دراسية مقدمة للإعراق من قبل جامعة قراتاي تركية بواقع منحة واحدة للدكتوراة منحة واحدة للدكتوراة و19 منحة دراسية للنيل شهادة الماجستير وحسب الاختصاصات المدرجة في الجدول المرفق ربطا على أن يكون التقديم وفق نظام الثلاثة لعام 2018 اللي هو بشرط راحبين وشرحنا سابقا وسيتم اعتماد مبدأ المنافسة في اختيار المرشحين ووفق الضوابط المعتمدة في استمارة المفاضلة بين المتقدمين لزمانة الدراسية تمام؟ هنسى هذا الإعلان عرفنا أنه دكتوراة عندنا مقعد واحد و19 مقعد للماجستير يعني بكلوريوس هنا ما موجود تمام شروط المطلوبة بالنسبة للمتقدم الدراسات العليا أن يكون المتقدم حامل جنسي العراقية لازم عراقي أن لا يكون منتسبا للدراسات العليا داخل العراق يعني ما هو يدرس ماجستير مثلا بالعراق في جامعة أحد الجامعات أحد الجامعات عفوا ويريد أن يقدم بنفس الوقت على هذه المنحة تمام؟ طبعا سيسلب لك مشاكل قانونية اتجنبوها اللايق المعدل المتقدم عن 65 بالنسبة لنتقدمي الماجستير وعن 75 نسبة لنتقدمي الدكتورا تمام؟ هذا هو أحد شروط نظام رقم 3 على ما أعتقد زين أو تسلسله ضمن العشرة الأوائل على الكلية أو القسم هنا نشوفو مشفوعا بكتاب تأييد من جامعة الجامعة اللي تخرج من عندها ألا يزيد عمر المتقدم 35 سنة للماجستير وأربعين سنة للدكتورا اللي حاب يدرس ماجستير كل عمره 35 جوا 35 يوم يسبب لك مشكلة 35 أسبوع يسبب لك مشكلة 40 بالنسبة للدكتورا 40 يوم كذلك يسبب لك مشكلة اللي هو هذا وفق نظام 3 لعام 18 للموظفين ألا تقل خدمة المتقدم إن كان موظفا عن سنتين بعد آخر شهادة باستثناء المشمولين بقرار 518 لسنة 86 أو من استثناء بقانون خاص بالنسبة للموظف أنت تعينت صار لك سنة ما يحق لك تقدم تمام؟ اللي إذا كنت عندك استثناء زين هسا واحد يسأل الاستثناء شون يصير الصراحة ما أعرف استثناء بقانون خاص استثناء بقانون خاص يعني هاي أشكال اللوان بها الاستثناءات ما معلومة يعني قانون خاص ما معلوم أو قرار 518 لسة وثمانين هذا نشوف شنو هو تحديدا من ناقشة إن شاء الله في وقت لاحق يعني نادرا ما اللي تنطبق على يوم هذه الشروط فأنت إذا كنت موظف سنتين تحسبها شون تحسبها تحسب من يوم اللي باشرت بي لغاية يوم إعلان المنحة سنتين مكمل إنت بسيف سايد سنتين إلا يوم راح تواجه مشاكل هواية تمام غير راسب في إحدى سنتين الأخيرتين من دراسته وغير راسب بسبب الغش في أي مرحلة من مراحل دراسة يعني ما عندها المشاكل أو ما يكون مرقا القيد مالته تمام حسن السيرة والسلوك وغير محكم عليه بجناية أو جنحة مخلاب شرفية أما تجيب عدم محكمية أو تسوي تعهد يمكن هذا ما هذا والله المسالة والعدالة ما أعرف شنو اسمه زين هذا تسويه بالدارة البعثات نفسها أو تجيب عدم محكمية ألا يكون قد سبق وتم إدانته بموجب لجنة بموجب لجنة تحقيقية ثبت تقصيره من خلالها بالنسبة للموظفين أوكي طبعا عدم محكمية شباب ما نصحكم ترحون تروح وتخسر و و وكنتيجة أقل ستة شهر وتروح عادي سوها سوها ما مشكلة ستة شهر هي بالعراق ستة شهر ما بيوم مشكلة زين أن يجيد هنا نشوفه أن يجيد المتقدم اللغة الإنجليزية وسيتم اختباره لغويا من قبل لجنة المقابلات هنا الموضوع اللي ذكرته في بداية الفيديو أنه أنت ما محتاج من عندك شهادة إجادة اللغة الإنجليزية يعني ما مطلوب عندك لا آيلتز ولا توفل ولا غيرها من الشهادات مجرد أنت تجي للغة الإنجليزية راح يحاوروك في المقابلة وأعتقد سويت فيديو يمكن عنها بهذا الخصوص هذا تقدرون ترجعوله إذا أشوفه إذا أذكر أضيفه بالوصف إن شاء الله تمام يخضع المتقدم لشروط الدولة المانحة ما راح نعرف لأن مذاكرين موقع لازم نروح على الموقع مالتهم ونقلب ونشوف شون الشروط بس مية بالمية أقل بكثير من الشروط اللي ذكرنا طبعا المستمسكات المطلوبة لمتقدمي دراسات العليا كتاب ترشيح متضمنا المعلومات الآتية للموظف طبعا اسم المرشح معدل الخدمة الوظيفية بعد آخر شهادة المواليد اللقب العلمي بالنسبة اللي يقدم على الدكتوراه لازم عنده لقب علمي يعني عنده لقب علمي كل أحوال خلاصة الخدمة خلاصة الخدمة شباب خلت تكون تفصيلية إلى حد ما ينذكر بها شقد باقي لك وتتقاعد الخدمة يوم شهر سنة شقد خدمتك تحديدا عندك عقوبات لو ما عندك خلصة تفصيلية لأنه حتى ما توقعون بعض المشاكل يرجعوكم مرة ثانية تسوها خصوصا هاي يا دوائر ويا مؤسسات توقع بها اللي ما مرشحين يعني فالدوائر أو مؤسسات حكومية ما مرشحة ولا مرة مرشحة موظف للدراسات أما يعني مثلا مزارة التربية وزارة الكهرباء المحافظة غير أي مؤسسة كانت تقريبا مرشحين فلذلك يعرفون شلو مطلوب بخلاصة الخدمة هاي مهمة لأنه حتى ما ترجع أوكي بالنسبة للإدرس ماجستير لازم عنده يحضر وثيقتين الإعدادية والبكالوريوس مترجمتان ومصدقتان حسب الأصول شلون مترجمتان مصدقتان حسب الأصول الجدارية يترجمها اللغة الإنجليزية ويصدقها من يعني مو يترجمها يصدقوا لها في جمعية المترجمين العراقيين وهي بالنسبة بالنسبة للبكالوريوس الجدارية ما تتكون بالعربي يترجمها إنجليزي وأصلا يطلب هذا يطلب الشهادة أمم الدرجات باللغة الإنجليزية أصلا راح حصلها بالنسبة بالبكالوريوس الإعدادية راح تطلب الترجمة التصديق راح يجيناك اثنين هين باللغة الإنجليزية يمكن بالنسبة هاي بالنسبة بالماجستير بالنسبة للدكتورة بكالوريوس وماجستير شهادتين بكالوريوس وماجستير تمام عدنا هنا بنهاي كله بالنسبة الموظفين تأجيل تنفيذ التزامات التعاقدية في حالكم تقدم قد أكمل شهادة الماجستير خارج العراق بعثة دراسة زمانة دراسية أو إجازة دراسية تمام يعني ليقدم على الدكتورة لازم يسوي تأجيل التزامات التعاقدية إذا كان دارس ماجستير برا وإذا كان خادم ضعف المدة يسوي الكتاب شنو اسمه راح يكون استفاء أو إيفاء التزامات التعاقدية إذا خادم أقل ضعف المدة يعني دارس سنتين لازم أربع سنوات خادم من بعد شهادة الماجستير إذا خادم أربع سنوات بس يسوي إيفاء التزامات تعاقدية وإذا لا أقل سنتين صار لسنة صار لست شهر مكمل ماجستير صار لسنة ونوص أقل الأربع سنوات لازم شنو لازم يسوي تأجيل تنفيذ التزامات تعاقدية هالكتاب هالشكل يكون عنوانا عدنا جواز سفار يعدون ثلاث نسخ مقترح بحث الماجستير بالنسبة للمتقد مشهادة الماجستير شباب اللي هنا اللي يدرس ماجستير يريد يدرس ماجستير يعني باكالوريوس واللي يدرس ماجستير لازم يكون عنده مقترح بحث مقترح البحث يعني ما أقلكم يكون مقترح بحث بالمعنى الحقيقي وبالستركتشر الحقيقي لا حط له رودماب انت شنو تريد تسوي وتسوي الخطة عادة شباب لو انسألت بالمقابلة تنسأل يقول لك يا با انت تريد تكمل ماجستير شنو داعي الداعي لي خليك تكمل ماجستير أترك موضوع التحسين المعيشة والمعروف شنو عوفنا صفحة لا من ناحية علمية شنو تريد تضيف لك الماجستير بها تقول لها اطور نفسي عوف هاي سالفة اطور نفسي اطور نفسك رح تخل دورات رح اليوتيوب موجود اي مكان تقدر تطور نفسك بالشهادة شنو راح اضيف لك هاي الاجابة انه اطور نفسي اريد كذا هاي تركوها لازم يكون عندك هدف حقيقي مثلا اني اريد اخوض في او احل عندي مشكلة معينة هذه المشكلة اريد احلها من خلال رسالة الماجستير من خلال بحث الماجستير تمام هاي هسا هذا الحج الحجية رح يصير مقترح بحث شلون المشكلة الفلانية تعرض تحكي عنها شوية شون اعرفها مشكلة انت تعرفها مشكلة بس اني شون افهم انه هذه مشكلة لازم تحكي لي عنها شوي زين خلص عرفنا المشكلة حلولك المقترح شنو حل واحد عندي هذا الحل شون ممكن تنفذه واحد اثنيا تلافة ذني الخطرات هسا ذني مو مو اللي يكون المثاليات بس على الاقل عندك خطة هذه هي الخطة تسمى مقترح بحث هذا هيئة قبل ما تروح طبعا آسف شوي دا طيل بس اريد اوضح هاي الامور بالنسبة ابو الدكتورا ما عنده مشكلة يعني اصلا ما رب هاي التجربة فما كوأي اشكال رأسا راح يكتب research proposal ويهيئة بالوصف بالشكل المطلوب طبعا الا اذا تعاجز بعد هاي شبي دنا علي زين بس هو يعرف الدكتورا نفس الحالة مطلوب من عنده مشروع اطروحة الدكتورا وملخص بحث الماجستير الابستراكت مات الماجستير مات اوكي زين نسخة من شهادة الجنسية العراقية والاحوال المدنية مترجمة الى اللغة الانجليزية ومصدقة من مكتب قانوني يقلنا ترجمها ويصدقلك اياها بجمعية مترجمين العراقيين او صورة قيد من البطاقة الموحدة اوكي السيرة الذاتية باللغة الانجليزية على من شون نكتم السيرة الذاتية حسنا هنا كملت الشروط والمستبسكات المطلوبة نجي على الاختصاصات الطب الشارعي ماجستير عدد ثلاثة هندسة الكهرباء والحاسبات هذا الاختصاص ما عرف صراحة فالميكس صارت بين الكهرباء والحاسبات هل يا ترى ابو الحاسبات ينقبل ماذا شون الأولويات صير ما عرف الصراحة يعني اختصاصي حاسبات اقدر اروح على هذا ما ادري او اختصاصي كهرباء هندسة كهرباء اقدر اروح على هذا صراحة ما عرف هذا يحدد من خلال انسجام خلفية يسموه انسجام خلفية دراسية هم هناك يحددوا فعلى كل حال اذا كنت مهندس حاسبات ومهندس كهرباء قدم اكو مقعديا هنا هندسة هندسة مدنية دكتورا عدد واحد هذا هو المقعد الوحيد للدكتورا هندسة مدني هندسة مدني ماجستير اثنين هندسة معمارية ماجستير اثنين هندسة ميغاترونيكس ماجستير خمسة ادارة اعمال ماجستير خمسة اذا شوفون الميغاترونيكس دايصير هسا هو علي من الحسب على ما أدري والله صراحة هو إذا تجي بهذا الاختصاص لأنه نادر يعتبر بالعراق لعلهم فحاولوا تتخصصون به قلت لكم للأسف ما عندي خلفية بهالمجال أنه ينحسب عليما على الكهرباء أو على الميكانيك أو على المواد أو ما أعرف الصراحة على كل حال إذا لاحظت أنه ما يكن موعد لديد لاين ما يكن موعد لأخر موعد للتقديم ما موجود ما مذكور هنا لعله أنا متوهم ما منتبه فما موجود ملاحظة رقم واحد ملاحظة رقم الثنيا ما مطلوبنا عندنا نقدم على الجانب المانح مثلنا ذكرت في مقدمة الفيديو على كل حال هذا الموضوع موضوع آخر موعد للتقديم شون نعرفه ندخل على بوابة دارة البعثات فيديو أكو سابق طريقة التسجيل والدخول إليها ونشوف الزمالات حاليا ما معلن عنها بس الهنغارية والماليزية تمام ما معلن عنها رح يتم أضافتها هنا فيديوماين ثلاث أسبوع ما أعرفه وصار أسبوع من الكتاب الصادر ملاحظة مهمة أن تبهوا لها شباب عادة المنحة التركية تكون سريعة جدا يعني سبوع وتنغلق شهر ما تطور شهر سبوع عشر تيام هالشكل فتابعوا هذا الموقع حتى تقدرون تقدموا إن شاء الله لهم تقديم مطلوب التقديم رح يكون بهالشكل تدخل هنا تأشر القناة اللي تريدها وتختار المنحة الاختصاص وخلاص تطبع الوصل وتحتفظ بالوصل وانتهى الموضوع تمام فهي الشغلة حبيت ألفت انتباهكم إليه تمام لهنا كملنا الشرح المنحة مثل ما شفته بالإعلان إنه ما مطلوب من عندك التقديم على الجانب المانح وما مطلوب من عندك أيضا شهدت لغة إنجليزية يعني تقدر أنت ترتب وضعك من خلال شوية تتمرن بالمقابلة ممكن تتخطى هذا الموضوع لا تنسون تشتركوا بالقناة تفعلون زر الجرس تتفعلون مع هذا المحتوى ويعني تدعمون من خلال النشرة ومشاركته مع زملائكم وأصدقائكم لتعوم الفائدة نشوفكم إن شاء الله في الفيديوهات اللاحقة في أمان الله باي باي ترجمة نانسي قنقر